نحن النهاردة على موعد مع ذلك المسكين الذي أصبح طريح الفراش نائما وحين نسأل أو نتساءل يقال فلان خرجت روحه لكن دم الصحيح كل اللي حصل الروح ما زالت فيه ولكن لم تعد تتلقى أوامر ولم تعد تنفذ أوامر وربنا سبحانه وتعالى في آخر صورة الواقعة يتحدى أهل الطب بطبهم ويتحدى أهل التكنولوجيا بتكنولوجيتهم ويتحدى أهل العلم بعلمهم من يعيد الروح إلى سابق عملها اسمع لربنا كده في آخر صورة الواقعة وهو بيقول سبحانه فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين هل يستطيع إنسان في الدنيا كلها هل يستطيع عالم أو حاكم أو أمير أو صاحب مال يقول للروح ارجع اشتغلي زي ما كانت حاشا وكلا فالروح من أمر الله ولا تتلقى أمرا إلا من الله سبحانه وتعالى ملك الموت مش لوحده زي ما الناس بتظن ملك الموت لأعوان لمساعدين والأرض اللي قدامك دي كلها الكوكب اللي بنعيش عليه كله ده بكل كراته بكل دوله بالنسبة لملك الموت شئ هين يأخذ منها حيث يشاء في الوقت الذي أوحى الله إليه فيه وعلشان كده في علامات بنستطيع إن احنا نعرف بيها أن ملك الموت حضر زي شخص البصر وزي انحراف الأنف لليمين أو للشمال وزي ارتخاء الأعضاء بشكل عام وزي التفاف الساق اليمنى على اليسرى وزي سكون القلب يعني توقف ضرباته اللحظات دي بالنسبة نحن لحظات انتهاء حياة لكن الميت بيرى كل شيء ويسمع كل شيء ويشاهد كل شيء اركزوا في الكلام ده كويس قوي والحمد لله ربنا اهدي سيد احمد وست مونة علي ما يحدش يتكلم وقل التليفون خالص الحمد لله ربنا يهديهم كمان لآخر الحلقة ويسكتوا خالص فركزوا في الكلام ده كويس قوي ملك الموت في اللحظات دي عند صاحبنا هو والمساعدين بتوقف اللجوم قبل ملك الموت طيب الميت ده اللي احنا بنقول عليه ميت يسمع كل شيء واصعب لحظة في انتهاء الحياة هي اللحظة اللي بكلمك عليها دي اللي هي لحظة خروج الروح لحظة ان ملك الموت يتناول الروح ولو انت رجعت لأحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي النبي بيقولك ان روح المؤمن تسير كما تسير القطرة في السقاء عارف يعني ايه يعني شوف نقطة المية دي نازلة ازاي شايف ها بالراحة نزلت بسرعة او هي نفس الحال كده طيب والروح التانية زي ما تجيب نقطة المية دي عزاكم الله وتحطها على قطعة صوف فيها شوك ركز بقى تجيب الصوف وتبله في المية وفي شوك والمطلوب منك ان انت تنزع الشوك من الصوف فالعروق هي الشوك تتقطع والاعصاب كدلك طب اخبار الملايكة اللي قاعدين عندي الراجل ده ايه نفسه الملايكة دي اعوان ملك الموت على قسمين قسم ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عنه في القرآن بالمناسبة ربنا اتكلم عن القسمين لكن القسم الاولاني اللي هكلمك عنه اسمع كده تحياتهم يوم يلقونه سلام ده قسم وهم بيخرجوا الروح كده يقولونه مالك متضايق ليه زعلان ليه السلام عليكم اطمئن ابشر وبردك القسم ده ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا السلام يا الله لانا لما بكون عيان ويخش علي دكتور أو ممرضة استبشرها حلو وكلامها طيب أقول أنا خفيت من داخلتهم علي شوف ما شاء الله وشو زي الأمر إزاي وداخل يقول لي ما تخافش العملية سهلة وحاجة بسيطة جدا وانت ان شاء الله هتقوم زي الجمل وكلام طيب تقول أنا خفيت فتخيل بقى ان ملايكة الرحمن هي اللي بتقول لك الكلام ده لا بيعرفوا يجذبوا ولا يعرفوا يزيفوا ولا ينفقوا لأنهم مأمورون بهذا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون